سيادة، هل تحب أن تعطينا بعض من أفكارك؟ شكراً جزيلاً وخاليني في البداية أن أرحب بكم جميعاً أهلاً وسهلاً في النسخة السبعة للمؤتمر وبتمنى لكم كل التوفيق واسمح لي، يعني أنا لما أتكلم على الظروف اللي موجودة في مصر هنا وفي منطقتنا وتأثيراتها أنا أقدر أفهم أن الدول المتقدمة في أوروبا وفي أمريكا وفي دول تانية عندما تضع تعهدات تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات لأن قدرتها التنظمية حتى والاقتصادية تستطيع من خلالها أنها لما تقول تعهد تقدر تعمله لكن في دول في أفريقيا وزي مصر منها في أفريقيا ومصر منها لما تحط تعهدات بتبقى التعهدات دي صعبة جداً لأن هي أقل شيء مطلوب هو التمويل 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 اللي منخفض التكلفة عشان تقدر تتكلم في تكنولوجيا تكلفتها عالية وبتحتاج للإستثمارات ضخمة جداً ولكن طب إحنا حنمول دامنين وخدينا ديك مثالين صغيرين طارق الملة أو المهندس طارق تكلم عن أن إحنا خلال السبع سنين اللي فات فقدرنا نطلع باستخدام يعني الطهي النظيف إلى حوالي 15 مليون واحدة أو 60% من أنتوا عارفين ده حجم العمل اللي تم في مصر عشان نقدر ندخل 15 مليون واحدة أو نخلي 60% من الوحدات السكنية في مصر تعمل بالغاز الطبيعي ده كلفنا دي وقته وجهده وأموال طيب تصوروا أن إحنا في مصر أيضاً كان عندنا بنفقد حوالي ما يقرب من 9 إلى 10 مليار دولار سنوياً نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق اللي موجودة في الدولة المصرية على خلال سبع سنوات أيضاً أقدر أقول بمنتهى التواضع أن إحنا قدرنا نتغلب على هذه المشكلة بس إحنا أنفقنا أموال ضخمة جداً أنفقنا أموال ضخمة جداً والحقيقة يعني يا تارى كان قال النهاردة المؤسسة التمويل وهي شايفانا وإحنا بنعمل ده كله كان عندها استعداد أن هي تدينا تمويل منخفض التكلفة عشان تراعي الخطة أو التعاودات اللي إحنا عملناها ننفذها بالفعل ده سؤال أنا بطرحه وبسيبه كده والكلام ده ينطبق على مصر وينطبق على أفريق إذا لم تتوفر التمويل اللازم التمويل اللازم للدول اللي هي منخفضة أو الاقتصادياتها متوضعة ودي كلمة يعني مهزبة يعني أنا بكلمة عن الناس اللي اقتصاداتها صعبة هتعمل إيه؟ إحنا قلنا في مؤتمر باريس في 2015 إن في مئة مليار دولار حيبقيتم دخوهم لصالح يعني الطاقة والمناخ وكلام من هذا القبيل وإحنا قلنا لو الكلام ده تحقق بالفعل إحنا بنتكلم النهاردة من 15 للنهاردة يعني حوالي 8-9 سنين لم يضخ أموال بالقيمة دي تبقى للتعاودات اللي تمت التعاودات دي تمت من دول متقدمة ودول اقتصادياتها ضخمة جدا وعملقة وبالمناسبة وهي المسؤولة وهي المسؤولة عن كتير من أسباب التغير المناخي الموجودة في العالم مش عايزة أطلع عليكم لكن عايزة أقول دايما حيبقى فيه تحدي للدول اللي زي حالتنا زي مصر كده مش بس في التمويل النهاردة مصر بقالها يعني كورونا خدت سنتين وده تحدي اقتصادي كبير جدا وجهنا ثم بعد كده الأزمة الروسية الأوكرانية ثم اللي انتوا شايفينه دلوقتي على حدودنا المختلفة في مع ليبيا ومع السودان وحتى دلوقتي مع قطاع غزة وانتوا شايفين النهاردة الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر تقريبا حوالي 10 مليار دولار سنويا ده تراجع بنسبة 40% لـ 50% يعني طب كل ده بيتم والنهاردة المفروض من الدولة المصرية ليها التزامات مع شركات بيترول ومع شركاء تنمية ومع مؤسسات تمويل أنا مش يعني مش مش بشتكي يعني لكن نقصد أقول ده الطرح اللي احنا بنتكلم فيه إذا كان في تعهدات احنا كدولة مصرية حرصت علنات نفذها التعهدات دي اللي تزام بيها كان أموال ضخمة تم دخها عشان نقول وإحنا عاديين معاكوا دلوقتي إحنا فعلا 15 مليون وحدة سكنية بيشتغلوا بالغاز ونصف مليون عربية أو أكتر بتعمل بالغاز الطبيعي ولو فيه فرصة تمويل أكتر هنعمل أكتر من كده مرة تانية بتمنى لكم التوفيق وسعيد بوجودكم وهنا فرصة إن أنا بتكلم على يعني الاتحاد الأوروبي وعلى البنك الدولي إن احنا في إفريقيا على سبيل المثال فيه قدرات للطاقة المتجددة تعطي يعني آلاف الميجاوات من الكهرباء بدون مبلغة زي مثلا الطاقة المائية اللي جاي من الماء السدود يعني بس الأرقام المطلوبة لإقامة هذه المشاريع أرقام ضخمة جدا والدولة الأفريقية ما عندهاش القدرة على إن هي تبقى مخاطر الاقتمان ديت اللي دايما البنوك والمؤسسة التمويل بتطلب أرقام كبيرة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة يعني الدول الغنية بابتاخدش مخاطر الاقتمان وهي ما عندهاش مشكلة في التمويل والدول اللي عندها يعني عندها مشكلة في التمويل مخاطر الاقتمان عليها عبء كبير جدا عمرنا ما هنقدر نحقق اللي إحنا المستهدفات اللي إحنا بنتكلم عليها اللي العالم كله اللي بيتأثر بيها إلا زيكون كلنا نضع عيدنا في دين بعض مؤسسة التمويل القطاع الخاص ومراعاة الظروف المختلفة للدول منخفضة الاقتصاد مرة تانية برحب بيكو أهلا وسهلا وسعيد بوجودكم اتمنى لكم التوفيق شكرا جزيلا